طيب احنا ربنا يبعد ما عندناش الثنامي لكن هي موجودة في أماكن مختلفة في العالم علاقتها بالزلازل اللي بنشوفها بتحصل في الدول الأخرى هل في علاقة بينهم مباشرة ولا احنا بنلاقي بقى الكوارث بتحصل على بعض فهنا بنبقاش عارفين نربط ما بينهم حضرتك القصة كلها ان بقى في ميديا وبقى في ترابط ما بين يعني عشان نوضح نقطة برضو حكاية اللي حصل في الشامطة بورسعيد أو النقطة دي بنربط الأحداث ببعضها وبيبقى في ميديا وده بيدي احتمالية وده بيدي احتمالية فبتلاقي الدنيا فيه كونفيوز منها يعني نجي نتكلم احنا عندنا مد وجزر يومي على تقولي صحيح المصرية صح؟ طبع وعندنا مد وجزري في الشهر القمري صحيح تمام؟ لو حصل جزر في البحر احنا عندنا الجزر اليومي بيحصل من بعد 6 صبح كمة التراجع للمياه بيبساعة 10 الدور يعني الناس يكون المصيفين على الشط فالميا بتبدأ ترجع من الساعة 10 كمة الرجوع للمياه اليومي الساعة 12 الدور تمام؟ ترجع وتلاقي المياه رجعت شوية وراء الساعة 12 الدور ده كمة الرجوع للمياه اليومي لما ييجي بقى في الشهر القمري وكمة الرجوع معها الشهر القمري احنا منتكلم رجوع هنا دوقتي حوالي 15 سنتي اليوم تمام؟ فما نلاحظهاش قوي الغير المياه بترجع شوية صغيرين لهم الناس رعى الشط بعد كده عندنا الجزر القمري في الربع الاول بيحصل 30 سنتي كمان طب لما يكون الشط شبهه افقي الميل بتاعه حوالي 20 سنتي والاثنين جون في وقت واحد هنلاقي البحر في المناطق الأفقية للشط أفقي المياه هترجع مساحة كبيرة جدا فهنا يباني الجزر عالي جدا فالناس تتخيل ان هذا الجزر ريليتد ثنامي او هي هزر مفيش كلام ذهب يعني حركة عايز تقول ان ما حدث في بورسعيد من علاقة بعض الشواطئ وان ما حدث من رفع الريات الحمرة وتحذرات النزول له علاقة بالمد والجزر وليس له اي علاقة بالموجات لو حضرتك تتذكر ده احنا كان بقى في عندنا كيس لو حضرتك تتذكر الهيستوري في يناير بعد زلزال تركيا ده حصل على طول سواحل البحر المتوسط تراجع كنا احنا في الوقت ده الجزر اليومي مع الجزر القمري مع ضغط الاتموسفير عالي جدا على البحر المتوسط قد ان خفاض منصوب الماء وده مش على سواحل البحر المتوسط بس على كل سواحل الدول اللي موجودة على البحر المتوسط مش عندنا بس اللي كان فيه ضغط جوي مؤثر كمان على رجوع الماء فده حصل على طول السواحل المصرية في شهر يناير والناس ربطت الموضوع ده بزلزال تركيا وده ما كانش لي دعوا بالزلزال خالص موسيقى